صباح الخير دكتورة صباح الورد لإليك لأليكس صباح الخير صباح الخير دكتورة نداء تفضلي شكرا جزيلا أيها الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بحضراتكم ووقفة نقفها معا في بداية هذا اليوم وبداية هذا الأسبوع وهي فقرة عن أدب من الأداب أريد أن أتحدث عن أدب من الأداب أداب ماذا؟ أداب الطلاق أداب الطلاق أداب الطلاق لما توصل للطلاق بظل فيها أداب هذا اعتراض شائع لا أقول منطقي ولكنه اعتراض متوقع أداب الطلاق الطلاق ليس له أداب الطلاق عبارة عن هوش وطوش وعبارة عن مشاكل الحقيقة للأسف أيها الكرام بأن ثقافة الزواج وثقافة الطلاق في مجتمعاتنا بعيدة كل البعد عن الثقافة الإسلامية الحقيقية وبعيدة كل البعد عن الثقافة التي شاعت في المجتمع النبوي نعم الثقافة التي شاعت في المجتمع النبوي كان الثقافة مختلفة تماماً عما نشهده اليوم ما نعيشه اليوم وما نشهده في هذا الموضوع الزواج والطلاق هو عبارة عن عدات وتقاليد عبارة عن مناكفة ناس مع بعضهم البعض مناكفة ستات مناكفة رجال مناكفة طبقات أشبه ما تكون بالغابة التي تحكم هذه التصرفات في هذه الثقافة وليست لها علاقة إطلاقاً بالثقافة الدينية والنبوية سأطرح العديد من النقاط في حلقات مختلفة ومتعددة لأن الموضوع واسع وكبير ولكن اليوم سأخذ نقطة أداب الطلاق ما خبيش عليكم الفقرة الصباحية وأنا تجنبت هذا الموضوع كثيراً ولكن لابد من طرحه الفقرة الصباحية هي فقرة تؤسس لبقية اليوم والفقرة الجميلة هي الفقرة التي تساعدنا على أن تكون حياتنا أجمل ما هو الطلاق؟ الطلاق عبارة عن طوشة غلط الطلاق عبارة عن قرار لأن الله سبحانه وتعالى يقول وإن عزموا الطلاق وإن عزموا الطلاق يعني واحد بيقرر أنه يتخذ هذا القرار بيقرر هذا القرار بياتخذه ومن ثم يعزم ويتوكل على الله طبعاً دائماً هذا القرار لا يتخذ إلا بعد الكثير من المضايقات وربما المناكفات أحياناً وهذا الذي يجعل الموضوع فيه إزعاج كثير ولكن هذا لا يعني أبداً بأن هذا القرار يتخذ في حال التوتر أو في حال العصبية أو في حال الغضب لا بد أن أنتظر وأنتظر وأنتظر حتى أخرج من الغضب وبعد ذلك أتأكد بأن هذا القرار ناتج عن عزم حقيقي وهذا الكلام وهذا الخطاب موجه للرجل وللمرأة إذا شعرت بأنني في حالة غضب علي أن أفعل كل ما يمكنني من أجل أن أخرج من الغضب أولاً ثم أتأكد بأنني مصرة على هذا القرار إذن الطلاق عبارة عن قرار وليس عبارة عن طوشة أدت إلى طلاق الذي يحدث أن كل طرف من الطرفين هذا ما يشيع للأسف يأخذ بذكر وتعداد وسرد وتكرار الكثير من الصفات السيئة التي هي في الطرف الآخر والتي أدت به إلى أن يتخذ قرار الانفصال عنه يعني المرأة تبدأ بالحديث عن زوجها بأنه بخيل كذا دفش ما بيتعامل معي باحترام كذا ليس منضبط في العائلة لا يقوم بواجباته مع العلم أنها قبل أشهر قليلة ربما كانت تتكلم عن قصة حب ليس لها مثال بينها وبين زوجها الرجل عندما أيضاً ينفصل يبدأ يتحدث أنها نكدة وكل حياتها أوامر في أوامر وكل طلبات ولا تنتهي طلباتها وريحة أنوثي ما عندها ما العلم أنه بخلف منها سبعة ما الموضوع؟ لماذا عند الوصول إلى هذه النقطة نقطة الطلاق يبدأ كل من الطرفين بالغض من قدر الآخر وبالحديث عن الآخر بطريقة للأسف ليس فيها احترام لخصوصية الحياة التي كانت بينهما وليس فيها احترام لإنسانية هذا الشخص الذي انفصلت عنه السؤال الذي يطرح نفسه هل إذا كان الطرف الآخر الذي انفصلت عنه سيئاً جداً هل هذا يعني بأنني جيدة؟ هل هذا مديح لي؟ هل قدح فيه مديح لي؟ ألا يمكن أن أنفصل عنه وهو سيئ وأنا سيئة؟ ألا يمكن أن أنفصل عنه وهو جيد وأنا جيدة؟ أين المشكلة؟ لماذا يجب أن أثبت بأن الطرف الآخر من أسوأ خلق الله حتى أثبت بأن قراري كان قراراً صحيحاً؟ هذه الثقافة المغلوطة هذه الثقافة المعوجة التي تدخل الإنسان في الظلم وتدخل الإنسان في الكثير من الإثم والذنوب باتجاه الطرف الآخر وفي حق الطرف الآخر الله سبحانه وتعالى يقول وَلَا تَنْسَوُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ وَلَا تَنْسَوُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ هناك فضل أصلاً هذا الشخص الذي عشت معه وربما أنجبت منه ويعني ثم اتخذت قرار لانفصال عنه هذا الشخص لو لم يكن شخصاً على قدر من الأخلاق وعلى قدر من المستوى العالي في إنسانيته وفي رقيه وكنت عشت معه كل هذا القدر من السنوات أصلاً هذا يسيء إلي أنا كيف عشت معه كل هذا القدر من السنوات وأنجبت منه إذا كان بهذا السوء؟ لا ليس كل منفصلين أحدهما شرير والآخر جيد وليس كل منفصلين شريرين وليس كل منفصلين جيدين ولكن هما كأي شخصين عاديين وربما يكون على فكرة ربما يكون هناك الكثير من الأزواج الذين يبقون على حياتهم الزوجية بينهما الكثير من المناكفات وبينهما الكثير من المشاكل وبينهما الكثير من سوء الخلق أكثر بأضعاف المرات من الذين انفصلاء أريد أن أقول شيئاً وقد عينته معينة بأن الزوج أو الزوجة الذي ينفصل عن الطرف الآخر وإذا سئل عن الطرف الآخر لا يذكره إلا بخير والله إنني عينت ذلك معينة إن ذلك يرفع من شأنه يرفع من شأن الشخص المسؤول الذي يسأل عن سبب انفصاله فيذكر الآخر بخير إذا ذكرته بخير لا أظن بأنني سوف يحتقرني الناس لأنه إذا كان كويس إذن ليش انفصلت عنه إذا كانت كويس إذن ليش انفصلت عنها هذا لن يغض من شأنك أن تذكرها بخير بالعكس الناس سوف يقولون ما أروع أخلاق هذا الإنسان انفصل عن شريكه انفصل عن زوجه أو عن زوجته وما زال يذكره بخير ثم ينبغي أن نذكر شيئا مهما جدا هذه المؤسسة التي قررنا أن نفترق فيها وأن لا نبقي عليها هذه المؤسسة نحن لم نهدمها نحن لم نأتي إلى بنيان وكسرناه لا هذه المؤسسة حققت إنجازات حققت عصمة للطرفين فترة معينة من الزمن ربما أنجبوا أولادا أنجبا أولادا هذه المنجزات كلها تحفظ لهذه المؤسسة ولكن في لحظة معينة تقرر بأن الانفصال خير للزوجين الزوجان انفصلا هذا لا يعني أن نأخذ بالحديث بأنه والله يا ريتنا ما خلفنا هالسبع أولاد لا 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 هي خسارت هالسبع هؤلاء الأولاد وهذا كل إنسان كل واحد منهم عبارة عن بنيان مستقل خلقه الله سبحانه وتعالى هذا إنجاز مهم الحقيقة أصبح هناك وعي في هذه النقطة أنا شاهدت الكثير من السيدات اللواتي أنفصلن يعني إحدهن كانت تقول ولا أنساها ياليتني قبل ما أنفصل ياليتني بس حملت كانت واعية كانت واعية بأن الحياة الزوجية عبارة عن بنيان وحياة الأمومة هي عبارة عن بنيان آخر وإنجاز آخر مستقل الأب والأم اللذان ينفصلان عليهما أن يدركا بأن كل واحد منهما يجب وينبغي أن يكون ممتنا للطرف الآخر بأن أحصنه هذا القدر من السنوات وأنه أب أو أم لأولاده والله سبحانه وتعالى يقول إي تفرقا يغني الله كلا من ساعته هؤلاء الشخصين اللي مشتقين بعض ولي نكدوا على بعض ولي يعني حياتهم بدون كل واحد بدون الآخر أفضل من حياته مع الآخر رب العالمين بيقول إي تفرقا خلاص يتفرقوا يغني الله كلا من ساعته وحديث الذي يتناقل على أنه حديث الأبغض الحلالي عند الله الطلاق هذا ليس حديثا وإذا تم اتخاذ القرار وإن عزموا الطلاق تم اتخاذ قرار الطلاق على كل طرف من الطرفين أن يعلم بأن إن شاء الله بإذن الله تعالى فإنه سوف يغني كل من الطرفين من ساعته سبحانه وتعالى ولن يخذو له وعليه أن يتمنى للآخر التوفيق وأن يغنيه الله هو أيضا من ساعته صباح الخير إليك أليكس وإليك العنا شكرا دكتورة نداء زقزوق ترجمة نانسي قنقر